بينما ينام الصحفيون في اليمن على البيانات المتعاقبة من المنظمات الدولية التي تصف وضع صحفة في بلادهم بالأسوأ على الإطلاق منذ نشأتها استيقظوا بالأمس على خبر يعيد إليهم الأمل فرغم الظروف القاهرة ما يزال اليمنيون قادرين على تحقيق إنجازات على الصعيد الإنساني والمهني وحصد جوائز عالمية يقول الخبر إن الصحفية والمدونة اليمنية أفراح ناصر فازت بجائزة حرية الصحفة الدولية بمشاركة ثلاثة صحفيين من الكاميرون والمكسيك وتايلاند لتكون أفراح هي الثاني صحفية يمنية تحصد جائزة دولية في الصحفة خلال الأشهر الأخيرة بعد الصحفية هديل اليماني مراسلة قناة الجزيرة في تعز هذا الخبر المفرح تزمن مع خبر آخر يقول إن ميليشيا الحوثي أحالت عشرة صحفيين يمنيين إلى نيابة أمن الدولة نيابة الجزائية المتخصصة بعد احتجازهم وإخفائهم لأكثر من عامين وقبل ذلك بقليل كانت اليمن تحتل قائمة الدول الأكثر خطورة على حياة الصحفيين لتصبح ميليشيا الحوثي في المرتبة الثانية بعد تنظيم داعش الإرهابي في استهداف الصحفيين بين مخاطر الاستهداف واحتفاء العالم بالصحفيين اليمنيين يبرز واقع مختل في اليمن تغيب فيه كافة وسائل العلام والصحافة عن الواقع وتحول الصحفيين لأرقام سهلة يتم استهدافهم من قبل مختلف أطراف الصراع اشتركوا في القناة